لاحظ أيها العبد المهاجر سامحني على هذه العبارة سأثبت لك كيف أن النظام هو نظام استعباد أوروبا أوشكت أن تنتهي وأن تضمحل فحتاجت إلى أيدي عاملة ماذا فعلت أوروبا؟ أوروبا وبلاد الغرب بصورة عامة حتى غير أوروبا حتى في كندا ربما تختلق الأزمات في البلاد وتنفق الأموال الطائلة في البلاد إذا رأت أن التكوين فيها معارض إلى الخطر إذا رأت أن المكون معارض إلى الخطر اليد العاملة قلت النفوس قلت فيحتاجون إلى العاملة يوجدون اضطرابات حتى لو أوجدوا حروبا في تلك البلاد حتى يضطر أهلها أن يهاجروا إليها وإلا مثل ما نقول بالهجة العامية أنت السوادعينك فاتح لك الحدود سوادعينك فاتح لك الحدود ويسكنك ببيت ويمطيك هذه الأموال إنما هو لا يستهدفك أنت إنما يستهدف ابنك لا يستهدفك أنت أنت جئت مثقف بثقافة بلدك بثقافة المحافظة بثقافة الإسلام بثقافة العائلة أنت مثقفهم لا يستهدفونك إنما يستهدفون ابنك لأنهم يشترطون عليك عندما يعطونك الأموال أن تسجل أبنائك في مدارسهم هل تعلم بأن الثقافة الجنسية بما في ذلك ثقافة الشذوذ تدرس في المدارس الإبتدائية في أوروبا؟ نعم في المدارس الإبتدائية نحن عندنا في مدارس بلادنا في بلاد الإسلامية وصلنا إلى المتوسطة حتى صرنا نعرف ماذا يعني الزواج ما كنا نعرف الزواج راجل يعيش مع مرأة خلاص ما كنا نعرف أكثر من ذلك وصلنا إلى المتوسطة عندما درسنا في الأحياء أجهزة جسم الإنسان عرفنا بعد ذلك كيف يكون الولد وهذا لابد أن نعرفه لأننا وصلنا إلى مرحلة البلوغ أما في أوروبا يعلمون ابنك الشذوذ فهم لا يستهدفونك أنت ستبقى هناك يعطونك المال عبودية ولكن يستهدفون ابنك سينشى ابنك مثقفا بالثقافة الغربية هذا أولا سينشى ابنك ليس عنده مشكلة أن يعيش مع رجل ستنشى بنتك ليس عندها مشكلة أن تعيش مع مرأة على الشذوذ بنتك ليس عندها مشكلة أن تعيش مع صديق دون عقد زواج بل أحيانا وفي مدارس بعض الدول الأوروبية ماذا يفعلون وفي الابتدائية يعرى الطلاب والطالبات تعرية تامة ليرى كل منهم ما يراه حتى يقول هذا يجب أن يمرس حتى لا يستقبح هذا الأمر لأنه عندما يكبر سيراه ويتذرعون لذلك وهذا موجود والمهاجرون لا يكلموننا لا يحدثوننا بهذا لماذا؟ لأنه يجلب العارة لهم ولكن في الحقيقة هذا موجود في أوروبا